يعني بحسب ما جاء في هذا التقرير وكما استمعت إلى ما ذكره دكتور نهاد يعني قانونيا لا شيء هناك مثير للشبهة ولكن الجماعات أو المنظمات التي تتلقى هذا الدعم بموجب هذا التقرير الذي جاء في صحيفة The Times ما هي طبيعة عمل هذه الجماعات؟ ولماذا برأيك ما أشير إليها هي شماعات مثيرة للجدل ومتشددة قد تكون أو لها انتماء إسلامي وهنا سؤالي لماذا دولة صغيرة كقطر سيدة ماهر تختار تسهيل وتمويل جماعات ذات خلفية إسلامية وجماعات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين ما سبب هذا الإصرار المطلق على دعم جماعات من هذا النوع من قبل قطر؟ نحن نعلم أنه منذ عام 2005 تم تبني استخدام طيارات الإسلام السياسي وفي النادي السويسري بالقاهرة تمت محاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية بين جماعة الإخوان والغرب وهناك محاورات أخرى في إسطنبول جرت في لقاءات متنوعة مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين حضرها وفد من حماس وحضرها وفد من التنظيم العلامي لجماعة الإخوان المسلمين التقوا فيها وتحدثوا حول كيفية أن تشارك جماعة الإخوان المسلمين في الحكم وأن تستخدم جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة طيارات أخرى محاولة التوازن ما بين القاعدة والإخوان يعني التوازن ما بين الطيارات التي تسمى طيارات جهدية وجعله هناك طيار موازي لها يحاولوا أن يصنعوا هذا التوازن واستخدموا طيار الإخوان المسلمين في تقسيم هذه المنطقة المهم أنه جار استخدام جماعة الإخوان المسلمين ودعم طيارات الإسلام السياسي للوصول إلى الحكم في المنطقة العربية وكانت التجربة التركية رائدة للغرب يعني تجربة أردغان رائدة للغرب ونجاح هذه التجربة في الوصول للحكم يعني هو مثال للغرب أرادوا تعميم هذه التجربة في الوطن العرب ومسمنا قطر تلعب هذا الدور يعني قطر تلعب دور دور من الخلفية لدعم جماعة الإخوان المسلمين وفق السياسة الغربية يعني سياسة استخدام جماعة الإخوان المسلمين ونحن نعلم أن جماعة الإخوان المسلمين مستخدمة طوال وقت يعني هي تلقت أول تمويل لها من بريطانيا يعني في أيام نشأتها أيام حسن البنة في أوراق رسمية ووسائق مسبتة وجماعة الإخوان المسلمين تتعامل مع الغرب من مسجد ميونيخ ومن أيام سعيد ربضان وحتى الآن وهي طوال الوقت تتعامل مع الغرب وتحديدا بريطانيا إذن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة تمثل طيار كبير جدا في الوطن العربي وهم أرادوا أن يستفيدوا بوجود هذا الطيار المتواغل في الوطن العربي لاستخدامه داخل هذه المنطقة العربية لأهداف غربية وقطر تلعب هذا الضوء يعني قطر بجمعياتها بواجهاتها الخيرية تلعب هذا الدعم ترجمة نانسي قنقر